موسيقى الرئيس السيسي تلقى اتصالا من نظيره الإيراني للتهنئة بفوزه بالانتخابات الرئاسية ويبحثان تطورات الأوضاع في غزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات مصابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين مصر ترحب بإنشاء ألية برعاية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي تصلا هاتفية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيسا لمصر ومن جانبه ثمن الرئيس السيسي هذه اللفتة المقدرة كما تطرق الاتصال بين الجانبين أيضا إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن متابعة النقاش حول مصاري القضايا العالقة بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة ما يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتماما مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض سيناريوهات إنتاج الهايدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشرعي بالإضافة إلى إجراءات بناء القدرات الوطنية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها وفي هذا الإطار تناول الاجتماع المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة للتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي تتقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهايدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض وردات مصر من المواد البترولية انطلقت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسخة الثلاثين حيث عقدت لأول مرة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها ثقفي الإسلامي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة في مصر والعالم العربي والإسلامي ذلك بمشاركة نحو أربع وستين دول عربية وإفريقية وإسلامية من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته التي ألقها نيابة عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وجه في افتتاح المسابقة شكرا للرئيس عبد الفتاح أسيسي على رعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم معضحا أن هذه المسابقة لم تعنى بحفظ القرآن الكريم فحسبه إنما تعنى مع حفظه بتفسيره وفهم معانيه ومقاصده العامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بدأت بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والتي أكد فيها أن الطريقة التي يتبعها لاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع الفلسطيني والذي يسكنه 2.3 مليون نسمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للمزيد مشاهدين حول القرار الأممي بإنشاء آلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور إكرام أرحبك بحضراتك على شاشة التلفزيون المصري يعني بعد طول مخاض أخيرا تم استصدار قرار أممي بإنشاء آلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع البيان الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية أن حمل علامات استفهام بدأ مرحبا بالقرار إلا أنه يعني أثار نقطة خاصة بأنه البيان يعتبر أن هذه الآلية غير كافية ليكون القرار لم يتضمن المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار كيف ترى هذه المقاربة؟ أهلا بحضرتك بالسجل المشاهدين وطبعا هذا القرار الأممي الصادر ولو إنه يعني لا يرضي الطموحات المتعلقة بالجانب الفلسطيني والجانب العربي إلا أنه يمكن اعتبار خطوة على طريق وخصوصا أنه كان فيه في فترات سابقة ومنذ اندلاع الأزمة في غزة كان فيه عدة قرارات أو مشروعات بقرارات قدمت إلى مجلس الآن ولكنها رفضت لم يتم تمريره هنا نتيجة للذيط الأمريكي إذن هذا القرار الصادر عن مجلس الآن مصر كان لها دور أيضا فيه وأيضا دورة الإمارات الحظام المتحدة يمكن الشيء الإيجابي في هذا القرار أنه يقوم يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمطالبة أيضا بمصر في طالب بتعيين منصق أممي رفيع المستوى لتسهيل المساعدات إذن الأمر هنا فيه تقديري لا يرتبط فقط لإدخال المساعدات وإنما أيضا من المهم إيقاف إطلاق النار وإلا كيف تدخل المساعدات الإنسانية في ظل عدم توقف إطلاق النار وفي ظل الحرب الوحسية التي يجب أنها إسرائيل على قطاع غزة هذا هو سؤالي تحديدا دكتور إكرام أما وإنه قد تم التوافق حول آلية لإيصال المساعدات كيف يتم؟ يعني ما مدى نجاح هذه الآلية في الوصول إلى مبتغاها الذي تم تصويت عليه بالأساس في ظل تحت غطاء الاعتذاء الإسرائيلي الأعلى في التاريخ ده صحيح ودي النقطة اللي أنا كنت بأكد عليها أن المساعدات الإنسانية التي يتصل بيسر وبسهول والتي يتحقق الهدف من هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن فإن الأمر يتطلب أيضا إيقاف إطلاق أنمع وإلا كيف ستصل المساعدات الإنسانية وبالتالي إحنا ممكن نعتبرها خطوة على الطريق خطوة قد لا يكتفى بها من وقت النظر العربية والفلسطينية وقاعدة حبما وقت النظر الدولية ولكنها كانت ضرورية إذا تم البناء عليها واضطبط ذلك بالهدنة غير محددة للأجل يعني إيقاف إطلاق النار الدائم هل تم النص في هذا القرار صادر عن مجلس الأمن بموعد لبداية هذه الآلية يعني هو المطلوب في هذه الحالة يعني أنا في رأيي أن الشيء الإيجابي هو يصدر القرار أصلا من مجلس الأمن ثم هناك طائق النوحة الإجرائية المتعلقة ببداية التنفيذ وهل يوجد منصق أمم لضمان التنفيذ أم لا كل من الأوامل أيضا لها الأهم عظيم ومرت صفة طويلة على العدوان الهمجي الإسرائيلي على غازة وكان فيه الحقيقة نوع من التخازم من جانب المجتمع الدولي وده اللي بيخلينا نقول أن ما صدر الحيون جمعة أمس هو خطوة إيجابية على الطريق ولكن قد لا يكتفى بها وإنما هناك مزيد من الاحتياج إلى خطوات أخرى أكثر أهمة دكتور إكرام مصر حضرت مرارا وتكرارا من توسع دائرة الصراع الإقليمي اليوم تنقلت وكالات الأنباء عن استهداف سفينة تجارية تابعة لإسرائيل بمسيرة قبالة سواحل الهند كيف ترى هذا التصعيد في أعمال العنف التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين يقابلوا تصعيد آخر ضد السفن التابعة لإسرائيل ده فعلا حقيقة وده اللي حذرت منه مصر وحذرت منه القيادة الحقيقة ومنذ بداية الأزل وكان التخوف أن إذا لم يتم احتواء الموقف في غزة إذا لم يتم إيقاف هذه الحرب العماجية والوحشية في غزة فإن ذلك يمكن أن يهدد بأن ينطلق هذا الصراع خارج أطرافه المباشرين بعض المباشرين يعني إسرائيل والفلسطينيين وذلك نشوفنا في الفترات السابقة نوع من التصعيد في منطقة البحر الأحرار شوفنا أيضا أن هناك دعوة إلى حشد جهود عديد من التول لمواكة هذه التداعيات في منطقة البحر الأحمر إذن كل دي تداعيات وخطورتها أنها تهدد فعلا باشتهال الموقف سواء على مستوى إقليمي أو مستوى دولي وده فعلا لحذارة من نومة أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدردين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن تأييده لأي وقف للعمليات العسكرية في قطاع غزة وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية للقطاع كما أعرب جوتيرش عن أماله في أن تؤدي اتصالاته مع مصر وقطر ضمن جهود التفاوض والوساطة إلى فرص جديدة لإطلاق صراحة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية نحن نؤيد أي توقف للعمليات يمكن أن يؤدي إلى تحسين المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى ونعلم أن المفاوضات جارية لقد كنت على اتصال ناشط مع مصر وقطر وغيرهما وآمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى فرص جديدة لإطلاق صراح الرهائم موسيقى ايه في اليوم الثامن والسبعين العدوان الإسرائيلي وصل الاحتلال لاستهداف المدنيين ومنازلهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية يأتي ذلك فيما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا قصف مستمر على غزة اعتقالات واقتحامات في الضفة هذا ما تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ثلاثة أشهر ففي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفزته طائرات حربية إسرائيلية كذلك شمل القصف محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبية القطاع أما في الشمال وتحديدا في بلدة جبلية فقد دمرت غارة نفذها الطيران محطة لتحلية المياه وفي غضون ذلك أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل ثمانية من تواقمها من مركز إسعاف شمال غزة فضلا عن تدمير مركبات الإسعاف وجزء من المبنى الإداري للمركز فيما تواصل تلك القوات منع تواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين وفي أحدث إشارة إلى توسيع الاكتياح البري للقطاع طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا حيث وجد ألاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين مرة أخرى للنزوح خلال الحرب التي جعلت قطاع غزة ما كان ينعدم فيه الأمن وتستحيل فيه الحياة ناهيك عن استشهاد أكثر من عشرين ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي الضفة الغربية بداية من جنين ونبلس وبيت لحم وصولا للخليل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدات في وقت انقطاع الطيار القهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة حيث دارت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكد مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة بعد أمر إخلاء إسرائيلي جديد وفي من شور له على موقع التواصل الاجتماعي أكس قال وايت أن الناس في غزة بشر وليسوا قطعا على رقعة شترانك مضيفا أنه تم تهجير الكثير منهم عدة مرات بحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص لذلك أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الأسبوع المقبلة ستشهد معاناة ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم لافتة إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوافاة المدендورات المقبلة ستشهد معاناة المقبلة ستشهد معاناة وضع دقيقية أجل تحتاجك المقبلة تحتاجك لرافق أجل تحتاجكي كيف وضع أخاق الأجل تحتاجك يعيش الداخل الإسرائيلي حالة من عدم اليقين حول الحرب على قطاع غزة لسيما في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش بالأضافة طبعا إلى الخسائر الاقتصادية يأتي ذلك في وقت أشرت في هيئة البث الإسرائيلي إلى استعداد جيش الإسرائيلي لانتقال نحو المرحلة الثالثة من الحرب خلال الفترة المقبلة خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل وجيش الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة دفعت الداخل الإسرائيلي إلى التفكير في مآلات الحرب على غزة والفرضيات المناسبة لإنهائها هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب خلال الأسابيع المقبلة والتي تتضمن إنهاء التواغل البري في قطاع غزة وتخفيض أعداد القوات وتسريح قوات الاحتياط واللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة وزعمت هيئة البث الإسرائيلية سيطرة الجيش على معظم منطقة شمال قطاع غزة مشيرة إلى صعوبات كبيرة أمام الجيش في المضي قدما إلى جنوب القطاع وسائل إعلام إسرائيلية ذهبت إلى أبعد مما نقلته هيئة البث الإسرائيلية وأشرت إلى أن الجيش الإسرائيلية أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صناع القرار مؤكدة أن مراكز القيادة المختلفة تستعد لتغيير كبير في طبيعة العمليات في غزة بحلول الشهر المقبل وسائل الإعلام الإسرائيلية أوضحت أن المرونة في الجدول الزمني للعملية في غزة تأتي في ظل اعتبارات سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي تضررت شعبيته بشدة لافتة إلى أن الوضع على الأرض في غزة لا يتقدم بالوتيرة التي يتم ترديدها في الخطاب السياسي حالة التخبط في الداخل الإسرائيلي تتمثل في عدم الاستقرار أو الوعي الكافي بكيفية تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات التي تتضح معالمها مع استمرار المواجهات في غزة عبر شبكة من الأنفاق والكمائن في شوارع يملأها الركام إلى جانب القلق المتزايد بشأن احتمال تقديم حكومة إسرائيل تنازلات للفصائل الفلسطينية لإعادة المزيد من المحتجزين أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف إرسال دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الدفعة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة لافتا إلى أن مجموعة المواد الإغاثية والطبية المرسلة بلغ نحو 90 طنة فضلا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة وأضاف أن عملية إرسال وجبات الإغاثة لشعب الفلسطيني ستستمر عبر الجسر الجوي ما بين العراقي ومصر وبالتنسيق مع سلطة المصرية تمهيدا لإرسال المواد عبر معبر رفح إلى ذلك يواصل معبر رفح المصري استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين حيث يصطف عدد من الشاحنات أمام المعبر تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة حيث دخل إلى الجانب الفلسطيني اليوم 40 شاحنات مساعدات بالإضافة لست شاحنات وقود فضلا عن استقبال 250 من مزدوجي جنسية هذا وقد وصل عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح حتى الآن تتجاوز 5300 شاحنة وسط توقعات بزيادة عدد الشاحنات في الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الأمن بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المتواصلة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر هذه البوابة التي نقف أمامها وهي بوابة معبر رفح لازلنا نتابع معكم استفاف هذه الشاحنات التي تستعد للدخول إلى معبر رفح لإدخال المساعدات الجذائية والمستلزمات الطبية والبطاطين والخيم وكل المساعدات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في هذه الفترة هذه الشاحنات يتم دخولها من بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا لدخول هذه الشاحنات نتحدث عن أن بوابة معبر رفح استقبلت حتى الآن أكثر من 5300 شاحنة دخلوا عبر بوابة معبر رفح لدخول مزيد من المساعدات لكن بعد قرار مجلس الأمن الخاص بإصدار وإقرار مشروع قرار بزيادة المساعدات وزيادة وتيرة المساعدات الجميع يأمل في أن تزداد هذه المساعدات بصفة مستمرة خاصة خلال الفترة المقبلة بعد هذا القرار لأن القصف الموجود في قطاع غزة يكون أهالي قطاع غزة بحاجة أكبر لدخول مزيد من المساعدات خاصة مع تدمير كل المرافق الأساسية والبنية التحتية في قطاع غزة بالإضافة إلى هذه المساعدات هذه البوابة أيضا لازالت تستقبل رعاية الدول الأجنبية ومزدوجي الجنسية استقبلت حتى الآن هذه البوابة أكثر من 17 ألفا من الوافدين ومن مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية بالإضافة إلى استقبال المصابين والجرحة هذه البوابة أيضا تستقبل عدد كبير من المصابين أكثر من ألف مصاب دم دخولهم عبر بوابة معبر رفح لإجراء الفحصات الطبية وعلاجهم خاصة مع تدمير كل المرافق الصحية الموجودة في قطاع غزة قصف المستشفيات أصبح لا يوجد أي إمكانيات هناك أو أي أجهزة أو أي كوادر حتى طبية لعلاج المصابين خاصة المصابين بإصابات خطيرة بالغة فمصر فتحت مستشفياتها نتحدث عن تجهيز 37 مستشفى على مستوى المحافظات أو على مستوى مصر لاستقبال المصابين أقربهم مستشفى الشيخ زوايد ثم مستشفى العريش ثم مستشفى بئر العبد بالإضافة إلى مستشفيات مدن القناة والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي ومسؤولون عسكريون أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية منتراسو 34 على الجبهة الجنوبية وأشهدت زيلانسكي في كلمة له بوحدة منطقة أوديسل مضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خرسون على حد قوله أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إذا انتشار العنف في السودان بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت في نزوح سبعة ملايين شخص وندد مجلس الأمن في بيان مشترك بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النزحين واللاجئين وطالبي اللجوء تايفان ذكرت تايوان أنها رسدت نشاطاً لطائرات وسفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة وأعلنت تايوان أنها رسدت عشر طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية دوريات للاستعداد القتالي المشترك يتي ذلك استمراراً لأنشطة بيكين العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابة التايوانية حيث تنظم حالياً حملات استعداداً للانتخابة الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تايوان وذلك في الثلاث عشر من يناير المقبل تمثل فيها العلاقات مع صين نقطة خلاف رئيسية وقع رئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار ويشمل قانون السياسة الدفاعية الأمريكية الإنفاق والسياسة العسكرية كالمساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بزيادة تقدر بثلاثة في المئة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويد الدفاع الوطني الأسبوع الماضي ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويد الدفاع الوطني الأسبوع الماضي ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وافق على تشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13 صوتا بينما صوت مجلس النواب لمصلحته بأغلبية 310 أصوات مقابل 118 وينظم مشروع القانون وهو أحد تشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام ينظم جميع المسائل العالقة بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات وصولا إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2% كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفع ويوسع القانون إجراءا واحدا لمساعدة أوكرانيا وهو مبادرة المساعدة الأمنية حتى نهاية عام 2026 إذ يوافقوا على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2024 والسنة التالية ومع ذلك فإن هذا الرقم قليل مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة العملية العسكرية الروسية الخاصة والتي بدأت في فبراير عام 2022 في حين يرفض جمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تجديد كبير لقانون الهجرة عودة مشاهدين للخبر الأبرز في هذه النشر حيث أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث تم استعراض سيناريوهات انتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة انتاج الهيدروجين فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية قال الرئيس المكسيكي أندريس سامانويل أوبرادور أن حكومته ستعزز إجراءات الحد من الهجرة في مسعى لمساعدة الولايات المتحدة على التعامل مع الأعداد القياسية من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الحدود الأمريكية وخلال مؤتمر صحفي أشار الرئيس المكسيكي إلى مواصلة العمل المشترك مع واشنطن على تعزيز الخطط المتعلقة بضبط الحدود وتعزيز عملية سير التجارة عبر الحدود كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية عن تقدم الرئيس المنتهية ولايته فالكسي تشيسكيدي في تصويت الكونغوليين المغتربين في الدول الخمسة الأجنبية التي نظمت بها الانتخابة الرئاسية يتي ذلك فيما ينتظر الانتهاء من عملية فرز الأصوات في الداخل وإعلان نتائج التصويت بعد تمديد غير مقرر للانتخابات العامة في الكونغو لم ينتظر مرشح المعارضة أعلان النتائج حتى أكدوا احتجاجهم عليها والدعوة إلى إعادتها مشددين على أن التصويت الذي جرى تمديده كان فوضويا ويفتقر إلى المصداقية رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رفض من جانبه انتقادات المعارضة والمراقبين المستقلين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كينشاسا مشددا على أن قرار التمديد ليوم واحد جاء بعد حدوث مشاكل لوجستية وفنية أدت إلى اصطفاف طوابير طويلة ولم يتمكن الكثيرون من الناخبين البالغ عددهم 44 مليون شخص من الإدلاء بأصواتهم تمديد التصويت دفع مرشحين رئاسيين من المعارضة إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة معتبرين أن التمديد غير دستوري بينما حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الحادي وثلاثين من ديسمبر موعدا نهائيا لإصدار النتائج النهائية للانتخابات ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تقديراتها تشير إلى النصابات بالمتحول الفرعي الجديد لCOVID-19 GN1 تشكل نسبة تتروح بين 39% و50% من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة وضفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن نسبة حالات الإصابة بالمتحور لا تزال تتزايد وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد مؤكدة أن هذه زيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فعالية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة حددت أعلى هيئة للتخطيط في الصين مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث وأشرت هيئة التخطيط الصينية إلى أن المشروعات تأتي في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات كانت قد أعلنت عنها في أكتوبر الماضي وذلك لتعزيز الاقتصاد اتخصصت بكين بموجب أحدث شريحة أكثر من 800 مليار يوان حتى الآن من سنداتها الحكومية الإضافية والبالغة تريليون يوان في الربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر العام الحالي بزيادة 49.3% على أساس سنوية وتجاوزة من الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كورونا وقال مدير دراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني لسياحة أيمن رحماني إن إرادات السياحة بلغت 6.7 مليار دينار أي حوالي 2 مليار يورو حتى العاشر من ديسمبر الجاري وذكر البنك الدولي أن هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80% من ناتجها المحلي الإجمالي يقلص عجز الحساب الجاري جزئيا نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية نظمت برنامجا تدريبيا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة إفريقية تضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة خمسة أيام تحت عنوان الترويج للمشروعات الاستثمارية تضمن تعريف الكوادر الإفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى زيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بالتأغيير لنظام امتحانات التنوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وأشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه سيتم معقد امتحانات التنوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية دون أي تغيير وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح الأوبين بوك حيث يحصل الطالب على كتاب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاج إليها الطالب أثناء الامتحان مع تطبيق نظام البابلشيت واضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وكراسة البابلشيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي نظمت فعالية لتوزيع صنديق مواد غذائية وبطاطين على 500 أسر من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وذلك بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف ضمن مبادرة شتاء دافئ يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقة وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذا حدت الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 من خطط التحالف الوطني للجمعات الأهلية بنكمل النهاردة عمل قوافل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ضمن رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة النهاردة جايين بنوزع 500 صندوق مواد غزائية مع 500 بطنية في مبادرة شتاء دافئ نظمت جامعة تنطى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلتين لتقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للأهل في قرى بمركزي بسيون وسمنود وشهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي على 2240 حالة من خلال 16 عيادة في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان وتحويل 214 حالة إلى مستشفيات تنطى الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية لأكثر من 100 مواطن كما أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في جنوب مدينة ضمياط الجديدة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبية على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقفية بالإضافة إلى صيدرية لصرف العلاج بالمجان وأيضا تقديم 150 نوع من الأدوية دميات الجديدة من ضمن الأماكن اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية لأن القافلة هنا مقامة في منطقة الستين والسبعين فبالتالي من ضمن الأماكن اللي بنستهدفها القافلة فيها النهاردة 12 عادة تخصصية كل عيادة موجودة فيها فريق على أعلى مستوى من الأطباء والإداريين والفنيين والتمريد والسيادلة وكل الخدمات المعاونة متوفرة برضو في القافلة بالإضافة إلى القافلة متوفرة معنا خدمات أخرى زي مثلا خدمة الأشعة موجود معنا أشعة عادية وأشعة صنار برضو مع وجود في القفلة معمل متكامل فيه أكتر من 40 تحليل بيغطوا التحليلات المطلوبة في القفلة كشفت أسنان وصرفت العلاق بدون مدفع جنيه واحد جيت وفعلا قطعت التذكرة من غير أي فلوس خالص وقفلة فيها دا كاترة كويسة جدا وبيكشفوا رمض وجلدية وعظام وأطفال وبطنة وأنف وأذن وتصراحة خدمة كويسة جدا تحتفل محافظة بورس عيد اليوم بذكرى 67 لعيدها القومي والتي تتزامن مع جلاء ورحيل آخر جندي محتل عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخصائر البشرية والمدية وتحتفل محافظة بلعيد القومي لها في الثالث والعشرين من ديسمبر من كل عام والذي يأتي مع ذكرى تصدي أهل بورس عيد البواسل ورجال المقاومة الشعبية بالتنصيق مع القوات المسلحة للعدوان الثلاثية موسيقى 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 ماذا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبق فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عنوانه موسيقى موسيقى الرئيس السيسي طلق اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني للتهنئة على فوزه بالانتخابات الرئاسية ويبحثان تطورات الأوضاع في غزة موسيقى موسيقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين موسيقى مصر ترحب بإنشاء آلية برعاية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار موسيقى ختم نشط الثالثة دمتم في رعاية الله وآمنه في تمام السادسة مشاهدين عن جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى موسيقى موسيقى